اخد شكل الدايرة معي وده بفيدني في زي ما قلت لك ممكن تعملها اهلا بحضراتكم جميعا في هذا الفيديو ان شاء الله هنتحلم طريق التحويل الخطوط الغير متصلة الى خطوط متصلة في برنامج جوجل سكتش اوب جوين اند سكتش اوب يلا بيناع الشرح على طول اول حاجة لو عندي مجموعة من الخطوط الخطوط دي متوازية بس كل خط من فاصل عن التاني يا طرق اقدر احولهم واخليهم واحد اه طبعا ازاي الكلام ده? هبتدي اختار كل الخطوط بتاعتي بهذا الشكل وبعد كده اضغط وانزل تحت خالص كده هلاقي حاجة اسمها اضغط عليها ومجرد ما اضغط عليها واجي اختار الخط بتاعي هلاقيه عبارة عن خط واحد لو تفتكر كان عبارة عن سلاس خطوط حاليا اصبحوا عبارة عن خط واحد جميل طيب لو عندي خطين متعامدين وليس خطوط متوازية زي المسالة السابق عندي خطين متعمدين بهذا الشكل لو اخترت هذا الخط حليل واحده لو اخترت هذا الخط حليل واحده علشان احولهم لخطوط متصلة هبتدي اختار الخطين وقلو كليك يمين برضو هنزل اختار حبتدي اختار خطوط مرة اخرى هلقيهم اصبحوا عبارة عن واحد جميل طيب لو عندي بقى خط وكيرف في مستوى تاني غير المستوى ده ولاين يعني عندي ولاين وبينهم في مستوى مختلف يا طرق ادر احاولهم تعال نشوف هبتدي اختار الخطوط ده كلها وقلو كليك يمين ويلد ايتش هبتدي بعد كده اختار اللاين حال ايه عبارة عن خط واحد طب ايه فايدت الكلام ده ايه فايدت ان انا احاول الخطوط ده خليها متصلة هتعرف كمان شوية من خلال الفيديو تابعنا ولو عن لو عندي خط وخط وبينهم لكن التلاتة في مستوى واحد برضو نفس الكلام هبتدي اختارهم وقلو كليك يمين حال ايه عبارة عن خط واحد اخر مسال معنا هو لو عندي خط وكيرف وخط وخط كورنر مع خط اخر نفس الكلام هبتدي اختارهم وقلو كليك يمين بهذه الطريقة اذا احنا اخذنا امثلة على كل الطرق اللي ممكن تواجهنا اسناء الرسم اخر حاجة بقى ايه بقى الفايدة من الكلام ده باش مهندس احيانا بنحتاج نرسم حاجات عبارة عن مصار واحد زي مصار لطريق مصار لكورنيشا مصار لاي شكل انا عايزه وخاصة لما اجي استخدم امر اسمه امر فلومي طيب تعالوا ناخد مثال لو عندي المصار ده وعايز احوله لمستطيل انا عايز امشي المستطيل ده على المصار ده فلو عندي خط خط هيبقى صعب معي شوية فلا عشان كده انا بحولهم لخط واحد هعمل الكلام ده ازاي هبتدي اختار الخط اهو فاس اللي بتدي سهل معايا وارح لعمر فلومي واضغط على الفيس هتلاحز ان المصار بتاعك تحول لمستطيل تعالوا وناخد بعض الامثلة الاخرى عايز امشي الدايرة دي على المصار ده نفس الكلام هاختار هضغط على اي خط فيهم هلاقيهم تم اختيارهم بالكامل هروح لبردو فلومي واضغط على الدايرة هلاحز ان المصار بتاعي تحول لشكل الدايرة نفس الكلام المسال الاخرى اختار المصار وبعد كده اضغط فلومي وبعد كده اضغط على الشكل هلاقي ان المصار اخد شكل الدايرة معايا وده بفيدني في زي ما قلت لك ممكن تعمل هاندريلات ممكن تعمل حاجات خاصة بموسير صرف وخلافه المسال التالت لو ضغطنا عليه وضغطنا على فلومي ضغطنا كليك نفس الكلام اخر مسال معايا وضغطنا على امر فلومي كليك بهذا الطريق اظن وبان الهدف من الفيديو بتاعنا والفايدة منه من خلال الامثلة اللي احنا اشتغلناها مع بعض رب يكون الفيديو مفيد لحضرتك يا رب يكون قد من اضافة لحضرتك اشكركم نلتقي في فيديو واخر بذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر